برج الجوزاء. آآ خلينا نشوف طاقتكم في هاي الفترة التوقعات. خلينا نشوف اول شي الطاقة تبعتكم كيف حتكون طوال هاي آآ الفترة. آه. آآ شوف يا برج الجوزاء. عم بتكون في قدامك آآ في في شخص يمكن عم بيخوفك خاصة يمكن في العمل في في العاطفة من الاصدقاء آآ عم بيخوفك او عم بيكون متسلط او كلامه جارح او آآ من هاي النوعية. آآ فاللي عم بشوف طاقتك في هاي الشهر كل الشهر عم بتركز على هذا الموضوع انك تحجم هذا الشخص انك عم بتحط له حدود انك آآ عم بتفكر كيف ممكن تتعامل مع هذا الشخص لانه شخص متل شخص آآ غريب الاطوار آآ بيحب لك الشر ما بيحبك آآ عم بتفكر طول الفترة او عم بتكون مش خايف يعني عم بتكون آآ آآ بدك تتخلص من هذا الشخص وفعلا رح تتخلص منه. او على الاقل من الخوف والمشاكل اللي عم بيسبب لك اياها. خلينا نشوف ازا بالشكل عام توقعات الزوزاء. اوه. آآ زي ما قلتلك. في كار ما عندك. هادا شخص اللي ظلمك رح آآ تظهر عليه النتيجة وراح ياخد جزاؤه هادا الشهر. هايز فترة اللي انا قلت عنها. رح يصير في. آآ خلي اوه على فكرة وراء كتير للجوزاء الحمد لله. واخيرا. اوه. خلينا اقول الطاقات قبل ما انصت. طاقات حبايبيح عم بتكون آآ ميزان ممكن فيه الجوزاء اللي هو انت وممكن شخص تاني كمان عم تتعامل معه جوزاء. آآ عم بتكون. اكتر من مرة مر معاي الميزان. ترابية كمان. كتير ترابية نشو شوي. آآ فيه مائية. فيه هوائية. هدول اكتر شي يعني آآ بيانوا. ازان قلنا في كار ما عندك هادا هاي الفترة وراح تاخد آآ حقك من هذا الشخص اللي آآ ظلمك. آآ مبين فيه ناس عندهم آآ سفر. انا عم بحكي بشكل عام يمكن آآ وانتو تتبسطروها زي ما انتو ظروفهم آآ يعني انتو اعرف الموضوع. وقراءة عامة ما بتنطبق على الكل. ازا حكيت عن مواضيع عاطفية ممكن تكون عكسية. انتو تعرفوا هذا الموضوع. بالنسبة للسفر ممكن جدا انه برج الجوزاء هاي الفترة آآ يسافر. هي عنده سفر. ولكن آآ مع اشخاص مش وحيد. آآ على الاقل شخص واحد ممكن يكون معاه. آآ في رجوع من شخص في آآ او شخص جديد حتى. ولكن اللي مبين اكثر انه في شخص قديم على فكرة كمان في فرصة آآ حامل قوية جدا للجوزائيين. آآ ان كانوا نساء او الرجال الجوزائيين نساءهم. آآ في عندهم آآ قفل ممكن يكون آآ آآ في في يعني آآ اكتر من آآ خلينا نقول اكتر من فرصة. في فرصة حمل وفي فرصة آآ خلينا نقول معنى تاني للكرت انه ولادة مشروع جديد. شي اكسترا انت عم تشتغلوا عن الشغل او بهذا الموضوع. وممكن يكون آآ بالنسبة للرجال الجوزائيين ممكن تكون هاي عبارة عن آآ انثى متكاملة آآ آآ عم تزهر في حياتهم وعم بتأسر فيهم بطريقة حلوة. بالنسبة للمرتبطين والمنفصلين. آآ عم بشوف في تنازلات كتير من الحبيب. في عرض وممكن يكون عرض زواج او عرض رجوع. عم بشوفكم. آآ رغم الاختلافات الكبيرة بناتكم. في مبين اختلافات كبيرة بين الشخصين. ولكن آآ عم بتقربوا شوي شوي من بعض. وهذا الحب في حب حقيقي آآ بناتكم هاي العلاقة عم تتوج عم تتطور يعني من هذا النوع عم بيشير في توازن. من بعد ما انظلمت في ميزان. في اكتر من ميزان في عندك ثلاثة. في عندك ثلاثة ورع فيهم في آآ مية بالمية رح يوصل لك اكل حديث عندك وممكن يكون آآ في العمل ممكن يكون في العاطفة. بس انا شايف بالعاطفة خاصة آآ رح يركز برج الجوزاء على العاطفة لانه في سعادة عاطفية كبيرة جدا. آآ ممكن تكون كمان آآ زواج. شايف بينك وبين الشخص اللي بتحبه في آآ زواج في اولاد. ازا كنتوا اساسا متزوجين فالاولاد رح يفرحوكم بموضوع معين آآ او انه يعني عم تتقربوا من بعض اكتر من بعد ما كان يعني الجوزاء شوي بعيد آآ ومشغول بشغله باموره آآ عم بشوف كتير آآ في فرصة انه آآ يعني ترجع الامور يعني شايفتها احلى من الاول حتى بكتير. في آآ مادة في ترقية بالعمل آآ في رح تاخد حقات ازا كان اللي عميتي عليه بالعمل رح تاخده. في مش مشكلة ولكن في حدث كبير رح يصير هذا هاي الفترة. هذا الحدث آآ رح يعطي كل واحد على حسب نيته خلينا نقول. ازا انت كنت آآ انا ما بعتقد ان الجوزاء بيظلم. آآ ازا انت كنت آآ ظالم حدا رح تاخد جزائك او العكس صحيح. فانا ما يعني ما مش عارفة ازا الجوزاء ممكن يعمل هيك شي بس انا اللي بعرفه لا. آآ شايفة انه الصخص اللي بتحبه او آآ شريكك. آآ عم بيرقبك كتير عم بفكر فيك طول الوقت. آآ عم بيكون في عنده شعور بندم يمكن عمل آآ شغلة كبيرة او شغلة زعالتك آآ بناحية من النواحي. بالعمل عم بشوف آآ قد ما كان فيه اشخاص عم بيحاولوا انه يصبطوا معنوياتك عم بشوفك طاير لفوق يعني مش سائل عن حدا. برج الجوزاء هاي الشهر حلو على الصعيد العملي وعلى الصعيد المادي والعاطفي اكتر شي فانيا لهم. ان شاء الله يا رب انه تنطبط مع آآ اكبر عدد ممكن. خلينا نشوف اكتر على العاطسة. كاز كبير جدا 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 من الحب. في مشاعر خوية كتير بينك وبين الحبيب عم ترجع تتحرك وعم يرجع الوضع يرجع آآ احلى من الاول زي ما قلنا. آآ شايفيتك عم تتشرط آآ عم بتحط شروطك عم آآ تتحكم تكون انت المتحكم في العلاقة. آآ شايفيتك برج الجوزاء عم آآ تستعين شوي بشوف اكبر منك. على فكرة الشريك آآ او هاي هاي قراءة ممكن هاي تعاطسية وممكن تكون عكسية ايضا. آآ انت او الشريك آآ عم بيخبر اهله عن الموضوع. الشريك ممكن عم بيخبر اهله عن الموضوع. وعم بتم الموضوع على خير. شايفي في تطور لالهاند ما عن اللي هو الامور اللي كانت مؤجلة الامور اللي كانت آآ كتير. آآ خلينا نقول آآ جانبه كلها رح تتحرك يعني بالعلاقة العاطفية في حركة وفي كتير هاي الفترة شايفي انه الشريك كتير مقبل آآ عليك ورح يعني يقدم آآ شي بالنسبة لالك. شايفيتك بالنسبة انت لالك رح تكون شوي حذر شوي آآ آآ عم تكون تقيل يا وادي تقيل. بس آآ عم بشوفك انت بتحبه هو بيحبك يعني فلسول تكبير الراس. آآ عم بشوف من بعد ما كنت آآ انت في عندك غيوم في عندك آآ اكاذيب عن الحبيب يمكن آآ مناوشات آآ مع الحبيب عم تنتهي. فكل الورق الحمد الله حلو جدا لورق الزوزاء يعني يمكن يكون من آآ اكثر الابراج المحظوظة هاي هاي الفترة. لانه احلى ورق يعني بيان عندي تقريبا آآ بيان انه في آآ كتير رح تكون يعني حميمية اكتر في العلاقة بينك وبين الشريك. خاصة ازا كنتوا ازواج فرح يكون اكتر العلاقة ما بينكم اكتر آآ حميمية اكتر آآ قرب. فكل الورق نفس يعني كل ورق حلو الحمد لله للزوزاء. خلينا نشوف عقلك الباطن يا زوزاء. شو عم بيقول لك هاي الفترة او عم على شو عم بتركز اكتر شيء. في عندك آآ انتصار كبير. آآ شايته اكتر من ناحية عاطفية. آآ او حتى من ناحية عمل. في مشروع كان جامد في مشروع كان آآ يعني مكتوب له الفشل او كزا. شوي شوي عم ينور. وازا كان هذا الكرت آآ على الصعيد العاطفة لبعض الاشخاص. فشايته في شجرة عيلة في تطور للعلاقة في آآ ولاد في زواج في يعني في شجرة عم يتنور. شجرة العيلة الجديدة عم بتنور. حتى لو كنتم بتزوجين طبعا. طيب لو في تحزيرات او بشائر ممكن تكون بس اكتر ايش تحزيرات هدا الورق الورق. لبرج الجوزاء شو عم بيكون? آآ. هون طلع مقلوب آآ عم بيقولك انه شوي روحانياتك يمكن عم تقل هاي الفترة يا برج الجوزاء عم تبعد شوي آآ عن الروحانيات الصلاة الدعوات. فمتل مش تحزير يعني تحزير يمكن انه لأ ما تعمل هيك. آآ الفترة الجاي حاول انه تزيد روحانياتك تزيد آآ صلواتك تزيد العلاقتك يعني في ربنا بشكل عام. آآ اكتر اشي هيك بسهموا انا هذا الكرت. هدول الكروت انا كتير بحبهم. زي ما بعضونا اشياء ايجابية. دايما يعني بس بقى الاغلب. بقول لك اتمنى اه اتمنى اي اشي هاي الفترة. آآ وتخيله فرح يصير وكأنه عم بحكي لك في امني رح تتحقق هاي الفترة. فآآ اطلب واتمنى زي ما بقول لك. فكرت جدا جميل. يعني بيكمل قراءتنا وبيكمل الامور اللي حكيناها. شوف كمان نصائح. بقول لك انت اساسا اه مثل معلم روحاني في داخلك. ولكن انت مش نطور هاي الشغلة انت ما عم تتعاطى مع الطاقة الكاملة اللي داخلك. اه زي ما قلت لك قبل شوي بالتحذير انه بعيد شوي انت حاليا من من موضوع الروحانيات فحاول انك تزيدها وتزيد الطاقة الايجابية طبعا اللي عندك اياها. بقول لك انت بالاس شخص روحاني. وبالاساس ممكن تكون معلم. اه حتى روحاني او للناس اللي حواليك. اه ولكن بقول لك نمي هاي هاي الموضوع. ما تخلي اه يعني ضعيز داخلك نمي لانه له مستقبل معك. اه بيقول لك ارجع طفل. اطلع من الطاقة اللي انت فيها الزعل والنكد والا كزا. بيقول لك اه هاي الفترة كتير رح تكون حلوة فارجع طفل ارجع استمتع بالامور اللي كنت استمتع فيها زمان. اه مبين برج الجوزاء شوي من كتر التجارب السلبية اللي عاشها بالفترات الماضية. اه صار حتى الاشياء اللي كان يستمتع فيها بطل يستمتع فيها. بيقول لك لأ رجع حالك لاجوزاء الاديم. لانت اه شخصك الاديم. لاشخصيتك القديمة هي الصح. بيقول لك ما تستغير ما تخليك كفل من جواتك. انت اساسا مكفل. اه فبس عم بيقول لك انه ترجع تستمتع بالامور اللي اه وتعطي وقت لنفسك يعني مش كله شغل واهتمام بالاخرين تعطي وقت اكتر لنفسك. تحب حالك اكتر. اها بيقول لك في في حقيقة معينة رح تظهر قدامك في او حقائق خلينا نقول في هاي الفترة فكون متنبه جدا للرسالات الكونية لكل شي حواليك للحاس السادس اللي داخلك. في كتير امور رح تظهر قدامك. كنت انت منخدع في ها يمكن كنت انت اه موهوم فيها. ففي حقائق كتير رح تظهر اه قدامك ويكون موضوع لمصلحتك لحتى يكون لمصلحتك تكون كتير متنبه للرسالات اللي جايفك اه من حولك. فاحبايدي بورد الجوزاء بشوفكم بالفيديو الجاي.